السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيدة بلقائكم من جديد اليوم بإذن الله سأقدم لكم وصفتين الوصفة الأولى عبارة عن مقبلة الفلفل الأخضر والطماطم والوصفة الثانية سوف تكون بإذن الله صلطة متنوعة إذن سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضير هاتين الوصفتين نبدأ بسم الله سوف نحتاج إلى الفلفل هنا الفلفل مشوي في الفرن مقطع قطع صغيرة طبعاً مع إزالة القشرة سوف نحتاج إلى هنا لكم الإختيار إما استعمال طماطم مكعبات أو يمكنكم تعويضها بسلسة الطماطم إذن الطماطم قمت بسلقها وطحنها إذن أنا هنا سوف أكتفي بسلسة الطماطم سوف أستغني عن المكعبات ولدي هنا كمية من القزبرة مطحونة مع مجموعة من التوابل الملح الكمون والفلفل الحار والقليل من مسحوق بذور القزبرة والفلفل الأحمر نبدأ بسم الله نضع قطع الفلفل في الطاجين نضيف القزبرة مطحونة كما ذكرت مع مجموعة من التوابل ثم القليل من سلسة الطماطم وسأضيف زيت الزيتون وأضعها على النار إذن هنا سأتركها إلى أن تتشرب السائل الموجود إذن هذا هو شكل مقبلة الفلفل بسلسة الطماطم نمر الآن إلى الوصفة الثانية سنحتاج للفاصولية البيضاء مسلوقة سنحتاج أيضا لزهرة الخرشوف أيضا مسلوقة طماطم البصل والبقدونس وسنحتاج إلى الفلفل الحار مسحوق بذور الكزبرة والملح نبدأ على بركة الله نضع المكونات في إناء الفاصولية البيضاء خرشوف البصل تماطم البقدونس والتوابل ولا ننسى زيت الزيتون من أراد أن يضيف ملعقة صغيرة من الخل فالخل يعطي نكهة خاصة للسلطة نخلط المكونات جيدا ثم نضعها في صحن التقديم إذن كانت هذه هي الصلطة المتنوعة التي قدمت معكم اليوم أتمنى أن تنال إعجابكم إن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علي بالتعليقات ومن لم يشترك بعد بالقناة فليتفضل مشكورا بالاشتراك وليفعل الجرس لكي يصله كل جديد دمتم في رعاية الله وإلى الملتقى مع السلامة اشتركوا في القناة